دكتور هاريس تبدو هذه الشخصية وهي تقول إن حياتي كئيبة لن يأتي أبدا أنا منهكة أتمنى لو كنت ميتة دكتور زاكر تم اكتباس هذه الأبيات من قصيدة للتنسون الشعر الفكتوري العظيم والذي حز على جائزة الشعراء في إنجلترا قبل عام واحد فقط من رسم جون إيفرت ميلي لللوحة مريانا عام 1851 دكتور هاريس وبدوره كتب تنسون هذه القصيدة بناء على مسرحية شيكسبير دقة بدقة وتدور قصة هذه اللوحة حول أمرأة هجرها خطيبها منذ عدة سنوات وبالطبع يعود موضوع هذه اللوحة والذي يدور حول أمرأة وحيدة إلى فترة مقبل الرفائلية دكتور زاكر وتبدو اللوحة التي رسمها ميليه بعيدة جدا على المسرحية الكومندية الأصلية دقة بدقة والتي تجتمل على قصة مريانا إن قصة مريانا جدية في هذه اللوحة لكن تم طرحها في مسرحية كوميدية في حين تختلف هذه اللوحة تماما عن موضوع تلك القصة دكتور هاريس كما أن نهاية تلك المسرحية سعيدة ففي نهايتها يعود الخطيب لخطيبته دكتور زاكر لا يمكن تخيل أحداث تلك المسرحية في هذه اللوحة التي رسمها ميليه حذو تصور هذه اللوحة امرأة مرتدية فستانا أزرق تحاول شد ظهرها وتبدو غارقة في حالة من الحزن الشديد دكتور هاريس يبدو أنها توقفت عن عمل التطريز قبل قليل ما يوحي إلينا أنها كانت تعمل عليه لفترة طويلة جدا وهناك شعور واضح بالانتظار حذو تتمحور القصيدة حول الانتظار ومرور الوقت وتمثل فكرة مرور الوقت هذا هو التعبير عن المزاج والشعور موضوعا سائدا تم تصويره في لوحة فترة قبل الرفائلية دكتور زاكر تم تصوير بطولة العاطفة كحادث يمكن الرسمه وهذا ما تميز به الفن البريطاني في القرن التاسع عشر دكتور هاريس كما هناك تركيز على العاطفة الداخلية والشعور بالوحدة لأنه قبل تلك الحقبة انتشرت لوحات قصصية حيث يجسد الناس العواطف اتجاه بعضهم البعض ولكن لا تدور القصة هنا حول لحظة هجران خطيب ماريانا حيث تدور حول انتظاري لهذا الخطيب ومن الغريب ان الفنان قد صور هذه اللحظة بدلا من تصوير لحظة هجره لها دكتور زاكر يعد مليه عبقريا بقدرته على تصوير ما تفكر به وما تراه انها محاطة في هذه اللوحة بمجموعة من الاشياء التي يمكن النظر اليها فعند النظر الي هذه الاشياء نتخيل انها تنظر الي هذه الامور هناك قطعة من التطريز المرسومة بشكل دقيق على الطاولة كما نرى الاوراق التي تسقطت عليها والتي تبدو كأنها طريزت على هذه القطعة لكنها تعزز الشعور بالحزن والشعور بالخسارة دكتور هاريس كما تصور ايضا الشعور بمرور الوقت حيث تشير اوراق الخريف الى مرور الفصول ويدل هذا الامر على انها تحتل هذا المكان سنة بعد اخرى بشعور من الصبر او بالاحرى بشعور من الانتظار دكتور زاكر تم رسم هذه الاشكال وهذه الالوان وهي الامور التي تشغل مجالها البصري بعنايث شديدة دكتور هاريس كما ان الغرفة الصغيرة يمكننا رؤية جزء واحد منها ما يشعرون بالاحتجاز فهي محتجزة بين المقعد والطاولة التي كانت تعمل عليها وخلفها نار مذبح وهو مكان ديني خاص اذا نجد ان حياتها تقتصر على الصلاة وهذا العمل التأملي وهو التطريز والاحساس بالانتظار كما يمكن رؤية مشهد البشارة على النوافذ من الصعب بالنسبة لي ان لا اقرأ هذه اللوحة على انها مشهد لاحتجاز النساء بشكل عام في العاصر الفكتوري وهم ينتظرن ويجلسن ويقومن بعمل التطريز فضلا عن وراهين ايضا في حياة مقيدة دكتور زاكر كما نلاحظ الجهد البدني الذي تبذله للتخلص من هذا القيد تحاول ان تشد ظهرها في اشارة منها انها تريد ان تنتقل الى العالم الخارجي هناك شعور بالعبودية دكتور هارس في الخارج يمكننا رؤية الاوراق والارض والضوء دكتور زاكر انظر الى قدرة ميليه على تجسيد نسيج الاشكال التي يصورها والذي يتجلى في قماش المخملي الذي استخدمه في وسادة المقالدة وفستانها دكتور هارس انظر كيف تظهر كل من الالوان الحمراء والزرقاء والذهبية بوضوح انها تمثل حدة اللون التي تميزت بها فترة من قبل الرافائيلية حيث تختلف الالوان في هذه الفترة عن الالوان التي اتسمت بها المشاهد الفكتورية في اللوحات الاكاديمية دكتور زاكر ومن الواضح ان هذه اللوحة تقوم على الملاحظة المباشرة على خلاف الشكل المثالي فقد سعى جاهدا ليتأكد من مستقية ما يصوره دكتور هارس تم رسم الفأر الذي نراه هاتفل الجانب الايمن في الحقيقة على شكل فأر ميت استاده ميليه في الاستيديو الخاص به ويظهر الفأر في قصيدة تنسون دكتور زاكر كما رسمت النافذة الزجاجية الملونة بشكل مباشر على شكل نفذة زجاجية ملونة حقيقية في جامعة اوكسفورد حيث اعتل الفنان سقالة عليها حتى يتمكن من النظر اليها عن قرب دكتور هارس اشعر بان جزء من موضع هذه اللوحة يدر حول التوتر بين الطبيعة والفن لقد دخلت اوراق الشجر هذه من الخارج اي ان الطبيعة قد دخلت الى الغرفة هناك نفذتان زجاجيتان ملونتان تطلان على الطبيعة كما تلتقي الخلفية التي تظهر على الجذار خلف ظهرها مع الاوراق التي نراها في الخارج انها محتجزة في منطقة داخلية ولكن يبدو ان خيجها قد غاز داخلها يبدو ان هذه اللوحة تتحدث نوعا ما عن الطبيعة والفن وعن الاله دكتور زاكر وكما لو كان التطريز الذي تقوم به ببراعة يمثل ما تتقو اليه دكتور هارس وكما لو كانت حياة الفن والتطريز والعبادة غير كافية ولكنها تتقو لامور اخرى دكتور زاكر هذا صحيح دكتور هارس انها تتقو للحب اشتركوا في القناة